كتاب الرياضيات للصف الأول الفصل الأول الوحدة الثامنة الدرس السادس جمع البيانات والتصنيفها هذا التجهيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص أو الإعاقة الدرس السادس جمع البيانات وتصنيفها مصطلحات الرئيسة تجميع تصنيف جدول الإشارات أجمع البيانات وأصنفها للإجابة عن الأسئلة أستكشف في الصفحة لدينا صورة لبص مدرسة أو حافلة وهناك مجموعة من الأطفال داخل الحافلة يجلسون على مقاعدهم وعددهم أربعة وهناك خمسة أطفال ينتظرون الصعود إلى الحافلة هناك سائق الحافلة وهناك طفل يقف على درجات الحافلة يصعد الدرجات ما هي رياضتك المفضلة؟ أولاً أسأل سؤالاً ثانياً أجمع البيانات ثالثاً أعمل قائمة تدي جدول يضم الرياضة المفضلة والإشارات والعدد الرياضة المفضلة تراوحة الخيارات بين كرة القدم والشطرنج التنس وكرة السلة أما فيما يتعلق بالعمود الثاني فإنه ضم الإشارات الإشارات هي خطوط بالعرض عندما نعد نضع إشارة لكل إجابة فنضع واحدة إشارة ثم الثانية الثالثة الرابعة وبالإشارة الخامسة نجمعه الأربع إشارات مع بعض لنعلن خمسة إشارات فكانت تكرار لكرة القدم خمس إشارات ووضعنا العدد خمسة بجوارهم فيما يتعلق بالشطرنج كانت عدد الإشارات سبعة فكان العدد سبعة أما بما يتعلق بالتنس فكان أحد عشر وأخيراً السلة ثلاثة ثلاث إشارات انتهينا من قراءة الدرس من كتاب الطالب صفحة 69 سننتقل الآن إلى كتاب التمارين صفحة 60 التحدي الأول أقلل الجدول المركبة نوعها شاحنات أم سيارات أم دراجات نارية والعدد سنأخذ الخيار الأول شاحنات ونعود كم شاحنة لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة ونضع العدد تسعة الخيار الثاني سيارات سنعود واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر أما الخيار الثالث فإنه الدراجات النارية سنعود واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبع دراجات نارية التحدي الثاني اكمل الجدول المركبة والإشارات والعدد المركبة شاحنات وعددها أربعة عشر كما وضع أربعة عشر إشارة سنضع العدد أربعة عشر في العمود الثالث النوع الثاني هي سيارات خصوصية وكان العدد ثلاثة وعشرون سنضع ثلاثة وعشر إشارة موضوع سنضع ثلاثة وعشر كتابة أما التالي فإنه دراجات نارية ولدي العدد أحد عشر سأضع أحد عشر إشارة والسطر الأخير سيارات وأجرة خمسة إشارات سأضع العدد خمسة التحدي الثالث أستعمل البيانات في جدوى الأعلى لأجيب عن الأسئلة أولا بكم يزيد عدد الشاحنات على سيارات الأجرة عدد الشاحنات أربعة عشر وعدد سيارات الأجرة خمسة سنقول أربعة عشر ناقص خمسة تسعة ثانيا بكم يزيد عدد السيارات الحصوصية على عدد الدراجات النارية عدد السيارات الخصوصية ثلاثة وعشر أما عدد الدراجات النارية أحد عشر سأقول ثلاثة وعشر ناقص أحد عشر الجواب إثنى عشر ثالثا ما عدد المركبات جميعها سأجمع أربعة عشر زائد ثلاثة وعشرون زائد أحد عشر زائد خمسة نجمع العداد كلها لنعطي المجموعة وعليس يكون المجموعة ثلاثة وخمسين مركبة انتهينا من حل الأسئلة صفحة ستين